أجواء مستقرة وعودة خبوب الرياح الشرقية خلال عطلة نهاية الأسبوع التفاصيل بعد قليل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقارية أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن نهار يوم أمس ونهار اليوم تأثرت المملكة بامتداد منخفض جوي رياح نشطة هبت على المملكة يوم الأربعاء عملت على إطارة الأتربة والغبار وحدوث الموجات الغبارية في العديد من المناطق المملكة لكن سرعا ما تحولت الأجواء وتصبح أكثر برودة مع ساعات مساء يوم الأربعاء وأصبحت الأجواء ماطرة على المنطقة الشمالية والوسطى خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس لكن اعتبارا من يوم الخميس تبدأ الأجواء بالاستقرار تدريجيا مع تراجع تأثيرات هذا الامتداد للمنخفض الجوي سؤال أقمى الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم منخفضة قادمة من البحر الأبو المتوسط هي بقايا الامتداد للمنخفض الجوي الذي ابتعد بعيدا نحو شمال الأراضي التركية والبحر الأسود لكن استمرت الرياح الغربية بالهبوب والتي عملت على انتشار كميات من الغيوم المنخفضة في أغلب مناطق المملكة تحدث الآن عن درجات الحرارة المتوقعة اعتبارا من نهار اليوم وحتى نهاية الأسبوع درجات الحرارة يوم الخميس تكون منخفضة بشكل عام تستمر المنطقة بالتأثر ببقايا الكتلة الهوائية الباردة التي عملت عن خفاضات كبيرة على درجات الحرارة تستمر درجات الحرارة أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام لكن اعتبارا من يوم الجمعة تبدأ درجات الحرارة تدريجيا بالاتفاع لكن تبقى الأجواء باردة بشكل عام كما تبدأ المملكة تتعرض لهبوب رياح جنوبية شرقية إلى شرقية تزيد من الشعور بالبرودة يوم السبت المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة مع امتداد محدود لمنخفض البحر الأحمر لكن تستمر الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية بالهبوب التي تزيد من الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل التوقعات الجوية للعاصمة عمّن خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية لكن باردة المقاسة 7 درجات مئوية المحسوسة 5 درجات مئوية فقط الرطوبة مرتفعة والرياح تهوب شرقية خفيفة إلى معتدلات السرعة نبقى في العاصمة عمّن والتوقعات الجوية لثلاثة أيام القادمة يوم الجمعة أجواء غائمة جزئيا بغيوم عالية 16 درجة مئوية كحرار عظمى أما الصغرى 9 درجات مئوية فقط يوم السبت ترتفع وتسجل 19 إلى 10 درجات مئوية مع حبوب للرياح الشرقية للجنوبية الشرقية التي ستزيد من الشعور بالبرودة يوم الأحد المزيد من الارتفاع 20 درجة مئوية كحرار عظمى أما الصغرى 13 درجة مئوية توقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم الجمعة نبدؤها من المنطقة الشمالية أجواء مستقرة بشكل عام غائمة جزئيا المفرق 17 إلى 10 إربط 18 إلى 11 جراج 17 إلى 11 وعجل 15 إلى 10 درجات مئوية المنطقة الوسطى الزرقاء 18 إلى 10 البلقاء 16 إلى 10 عمان 16 إلى 9 مأدبة 18 إلى 10 والبحر الميت 25 إلى 18 مع أجواء غائمة جزئيا من نسبة لها الكرك 17 إلى 11 مع أتربة مثارة وغبار خفيف الطفيلة 16 إلى 11 أجواء غامل جزئيا معان 17 إلى 12 الشوبك 14 إلى 10 والعقبة 27 إلى 21 درجة مئوية أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 18 إلى 10 الصفاوي 18 إلى 9 ونفس الأجواء والحرارات متوقعة في أرويشت إلونا تنتين نشرتنا نهاية الأسبوع سعيدة نتمنى لجميع اللقاء أجواء مستقرة وعودة خبوب الرياح الشرقية خلال عطلة نهاية الأسبوع التفاصيل بعد قليل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة